هوي بريس نحو إعلام هادف إن عملية التسجيل ستنطلق ابتداء من الخميس المقبل 25 يناير الجاري عبر المنصة الإلكترونية مواكبة.transport.gov.ma وكانت الحكومة قد أعلنت نهاية مارس 2022 عن إطلاق عملية تقديم دعم استثنائي مخصص لمهني قطاع النقل الطرقي تراوح بين ألف درهم وسبعة آلاف درهم بعد تسجيل ارتفاع متزايد في أسعار المحروقات على المستوى الدولي وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل داخل المدن وما بين المدن أيضا ونقل البضائع بغية التحكم في أسعار المواد الغدائية وتكاليف تنقلها داخل مجال التراب الوطني وكذلك دعم العائلات والأسر ذوي الدخل المنخفض التي تشتغل بهذا القطاع وبلغت تكلفة هذا الدعم خلال سنة 2022 خمسة ملايير درهم تقريبا تم صرفه عبر عشر دفعات ما بين منتصف سنة 2022 و2023 واستفادت منه حوالي 180 ألف عربة هوية بريس نحو إعلام هادف